السواريخ عندهم مبطة كباب وكفتة والشيش واسجق وكمان طرب وبالتحينة والسلطة هتتوسط ست جدعة وبتعمل الاكل كده حاجة بيتي بتفضل تصبع صباح الكفتة وتزبطه واحل حاجة ان هي بقى بتعمله جملي زي ما هي قالتلي تخيلوا ان الست دي كل يوم بتوقف وقدام النار ديا تفضل توزحها وتهوي الجو بقى شتة حر برد هي شغالة اهم حاجة عندها تجيب القرش الحلال هي دي الستات الجدعة اللي احنا كلنا بنفخر بيها عاملة صباح كفتة طعمه جامد جدا ولما تروح لها كده هتلاقي الابتسامة بتاعتها والجدعانة بتاعب بنت البلد تحس ان هي اختك الكبيرة ومبطة السواريخ عندها بتحطها على قلب الشبكة عشان تشوحها شمال ويمين هتلاقوها في مدان الجيش في قلب المنطقة اللي كلها ناس محترمين زي امبطة هتروحوا عندها وتطلبوا احلى ساروخ بعشرين جنيه وتحط لك شوية الطماطم والسلطة الحلوين هي دي الرسالة اللي انا عايز اوصلها لكل الستات المحترمة اهم حاجة ان الناس تعمل حاجة تكون بتحبها وتخاف ربنا فيها شوفوا بقى منظر السندوتشات السواريخ تفتح النفسه وخيف كده مترقع من الجمال الفحم وكمان بازز من بره الكفتة واخد بقى الصلطة بتاعت البتحينة وكمان صلطة القوطة وميا بتاعتها طواريخ عندها ومية الصلطة وكل حاجة حلوة موجودة ونسمي كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلى الله عليه وسلم سيدنا ومحمد اتمنى ان تدعموها لانها فعلا تستهل دعم من كل المتابعين اجل عدنا. احلى سلام. ربنا ارزقك وربنا افتح عليكي. يا رب يا رب. وانا مبسوط ان انا جتلي. حبيبي حبيبي انت قد للدنيا جتنا وارتاني. وانعمل ناس. حبيبي حبيبي. طيب. اسعار عندنا ايه? اه طبعا بمناسبة غليب الاسعار الحاجة رافعة شوية. لا. استندودش بقى بعشرونين جنيه. اه كيلو كفتة خاص مخاص للاستاذ عدنان مية وتمانين. هو بمتان. ايه. خاص مخاص للاستاذ عدنان مية وتمانين. الفرقة شرح. ايه. برضو بمتان خاصة خاص للاستاذ عدنان برضو مية وتمانين. طب. واتق شرح. الكباب يعني هنزل في خمسة وعشرين جنيه هيبقىى خمسة وسبعيه. طيب. انا عايز بقى اتكلم عن المغضى. والسعار. البداية. هي البداية كانت من خمسة وعشرين سنة. انا واقفت كده اتعلمت من جوزي. حصل الظروب بقيت انا بقى في الوحجة. اشتغلت بقى وصميت. خمسة وعشرين سنة جيه انزل من بيت الساعة تلاتة لأف. اطلع بيتش الساعة واحدة بالليل. الساعة تنين بالليل. حسب تساهير ربنا. وخلاص خدتها كقاعدة. عشان ربي اللي عنجي. انا معي خمس اولاد. معي اربع بنات ولا. وربنا يعني عليك. ربنا يا رزوق اتعلمت بقى فيه? اتعلمت جوزي. اه. وجوزي تعلمها من ابوه. لان جيه وراسه ابن عن جدا. ابوه كان بيقف عند حبش اللبان هنا. عارف طبعا. اه. وكان عندهم اه حطة ارض وكان هما وقفين فيها. والله ما صلى عن النبي اه. وهو كان بيساعد ابوه. لان هو الكبير. لأ. طبعا ابو توفى هو كبير العيلة هو اللي شال المكان بدل ابوه. طبعا اه بقى كل واحد بقى في حالة العيلة الصغيرة كبرت وعملوا مشاريحهم كل واحد برضو. ليه مشروع القفطة طبعا انا اللي وقفت وصميت. هما ممكن يفتحوا يوم ويقفلوا عاشرة لا انا الرزق ده بتع ربنا. والرزق ده لازم انزل. فيه شغل ما فيش شغل. واه. استمقوا رزقكم وما توعدوه. افتحوا ربنا هيراجين. وفيش حاجة اسمها مافيش شغل. طيب. احنا لقولنا في الشتا وتجو بقى بداري اساعة نزيل شوية. بنزل والله. والله العظيم بنزل. في عيز النطرة مكاد بتنطر. اه. من حوالي فترة كده انا كان عندي هنا شغل نار. حتى الناس من النتب عليها الكهرباء بسجت فيها. ايه. النطرة بتنطر والنار ولعى. ايه. ايه. طب هقول لي ناس ما تكلوش. ايه. لازم اه دي ناس يعني معتقدة ان انا هعمل لهم الاكل بتاعهم. نعم. ومعتمدين على يقول لهم لأ. نعم طبعا. فوقف النطرة اه بتنطر بقيتها قفت تحت البتاعها دي. اه. اه. وبلف الاكل. اه. وسوي حط الحطات الشواء هنا. وبقيت اصور. هعمل ايه? ربنا يكرمني بتحله وبازن الله ربنا يصلح الحاس. طيب انت دلوقتي طبعا انت اللي بتصبعي. وانت اللي بتشوكي. اه. وبعا كده بتشوي. ايه. وبعا كده بتحط الطلب. طب لما الناس بفضل الله بتجبس عليك. معايا سيد جوز. اه بينزل يوقف معاك. اه معايا بفاطمة. الحاجات دي ناس تمالي تقول اه مستورد. اه لا ده بلدي. لا لا لا. انت شغالة. انا انا بجيب حتة لحمة جملة انا شهرت بحتة اللحمة الجملة. يعني اه 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 كفتة الجملة. هه. صباع الكفتة تائبي pronto عخرة ألذاнев اللي بيجي مرة اه وبيعجبوا الاكل طبعا بيجي خمس مرات. طيب الصجوق. الصجوق. الصجوق ربضو انا اللي بعمل وانا اللي بافرمه اه اه وانا اللي بحشيه. اه. انا اللي بقطع حتة اللحمة وافرمه واحنا اللي هو انت بتشتهي من غزار. من عندي الفرج اللي قدالي. اه اه اه. بجيب الفرقة اتنين كيلو والفرق غليت اه غليت عليها وعزبوه مش غليت علينا الوحد. اه. بجيب الفرقة اتنين كيلو اتنين كيلو ربع. واجبها وارحها بقطع الفرقة اتنشر كتا. يعني ده العمار ده ربع فرق. اه. يعملوا كان بقى الربع? تلت حيطة. اه انا ببيعوا بخمسين بس عشان خاطروا استاذ عدنين خمسة واربعين. طيب بيطلع معا الصلطة والعيش والحاجات دي. اه بيطلع معا عيش وسلطة. طيب مفيش حد بقى بيقولك هل اعايز مسلا صدور الوحدة. اه ده كتير كتير. في ناس بتطلبه وراك بس. اه. في ناس بتعيش جمي بتطلبه صدور بس. بس. اه. عشان ما يبقاش فيها دهور. اه اه. اه. فانا اللي بيطلب حاجات اعمل هان. بيطلع معا بقى الصلطة. بيطلع معا صلطة القوطة وصلطة الشتحينة وارغفين يعيش. يعني اه حاجة ح لو قلنا ان الداخل عينا كل سنة طيبة رمضان. كل سنة وانت طيب. من نسبة بقى الساعات هتعمل ايه? انا بفتح من الساعة واحدة الضهر. لغاية على الفطار. انا بفتر الناس كلها. وانا ببقى اخر واحدة ارفت. انا ممكن ارفتر العيش. عادي. عيش. اه. انا عندي اردارات الجيلي طبعا الناس بتتصل بها من الساعة واحدة. يوم مفاطنة اللي عايز كيلو كفتة. اللي عايز اتنين كيلو كفتة. اللي عايز فرختين. اللي عايز كيلو كباب ا اه. بجهز كل حاجة والف ففين. واشالهم. طبعا بيفضل الاكل سوف. ويجي على الفطار ادي كل واحد الاردار بتاعه. طيب احب استألك بقى سؤال وتوجهي لكل الستات. انت بتوقفي في الشارع. بيحصل مدايقات ولا عادي? لا انا خلاص من كتر وقفتش في الشارع بقيت راجل زي زي اي زي الرجالة. والشطرة انت طبعا هتقابل كتير. الشطرة اللي هي بتتحكم في نفسها. ست الشطرة الجدعة اللي ما تديش فرصة الحاجة. يتطول معي. بيقى في حدود في الكلام. اه نهزر ونضحك وكل حاجة بس في حدود. كل واحدة يبقى في حدود تتكلم معي. وستة الشطرة هي اللي بتحافظ على نفسها طبعا. طيب تحبت قولي ايه كل ستات وتبص لهم كده وتوجلهم مسالة. ستات الجدعة مفيش حاجة اسمها مفيش شغل. اللي بتشتغل بتشتغل وهي قاعدة في البيت. وتطبخ وهي قاعدة في البيت وتنزل 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 وتعمل اكل وتبيع. اي حاجة ان شاء الله تعملي حاجات بتعب اطفال وتبيعات. تقوى كل حاجة بتتبع دلوقت. وربنا يا كريمك ويعينك على الايه مستعبة اللي احنا فيها جب. ربنا يا كريمك هم مبطى. ربنا يا كريمك. حين ولا فين بقى? احنا في اول في مدان الجيش. اه. قدام قهوة الاماخ. وعلى نصيش حمل المسك. حمل المسك? اه. قهوة الاماخ. او كوش الاستلام. اه. كل دولهم مبطى قدامهم. وكوش كده. وصح بالكوش كده. وصح بالكوش كده. عم ممدوح. ربنا يدي ربنا يديك الصحة. ربنا يديك الصحة. ربنا يديك الصحة. هما حاجة ان انت تهتمك بكل متنقيل اجل يتعلم. لا طبعا. ده حاجة حاجة افتخر بيها طبعا. ده يا شرف ليه. والدريب ايه باوت? اه. انا لما بيكون فيه هنا اي حد محيط حوالي انا اللي بودجون له الوردر. بنا يديك الصحة. والله العظيم انا ما بستكبرش على حد. ما بقولش للشغل لأ. مش عيب. اصلا انا واقفة ينهوت عشان يجيني جنيه. لو انا هتنك على ده وقول لها لا انا مش هروح. انا النهاردة بموضع اردر للويلية. عند عد وباشر. حيب. مش اشكال مش عيب. بدم شغله ومرزقة مش عيب. بوضع اردرات المقاولين وانا اللي بطلع اوضعها بنفس. ففيهاش حاجة. اي مرزقة. ده في الزمن ده الجنيب يجي صعب. انشرفت بيك. الله يبارك. وانت طيب. وانت طيب يعلم. كان على يعلم مبطر. وحاجة لها سلام للناس المحترمين الستات المكافحة لزيها. اتمنى اللي حتى يدعمها. وناخب منها سواريخ كفت بجابة سانوخ صحيح موضعي. بجابة 20 جنيه. سانوخ الكفتة. عنده مبطع. اعلى سلامة. شكرا مبطع.